الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأنذال عنوان ناري عنوان تاريخي عنوان ما حصلش يا جماعة عنوان رهيب الصحافة المصرية بتتطور بيكتبوا مين بيكتبوا خلينا نقرأ اسمه كده عشان اسمه برضو مهم في المرحلة دي الأستاذ عبدالرازق إبراهيم رئيس تحرير موقع الجمهورية راجل رئيس تحرير جريدة قومية بيكتب مقال عنوانه الأحجار والأندال واللئام والأشجار حاجة كده تحسوا في غابة أو في حديقة الحيوان المصطلحات والألفاظ اللي كتبها ما طلعوا لنا صورته يا جماعة عبدالرازق إبراهيم ده خلي الناس تتعرف عليه مين هو عبدالرازق إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية معنا صورته مش كده نطلعها آه هو الرجل الطيب ده الرجل الطيب ده عبدالرازق توفيه أنا أسف رئيس تحرير جريدة الجمهورية الرجل الجميل ده قرر قرر إنه يسن أو مش قرر قرر إيه ما تركز يا أسامة مش قرر ولا حاجة الرجل ده تقال له الرجل ده طلب منه ما تمشيش الرجل ده اتأمر الرجل ده قالوله الرجل ده كلموه في التليفون وقالوله اكتب يا عبدالرازق مالول اللي هيكتبه فكتب عبدالرازق مقال يعني يحتوي على كم كبير من الرتح فعلا من الشتيمة من الاحتقار من الإهانة من التقليل لدول بعينها فهم منها بشكل مباشر وكله لبيب بالإشارة يفهمه إن الرجل ده بيتكلم على المملكة العربية السعودية لما تصف الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالحفال عراء الأندال اللي قام المتطولين في البنيان اللي معاهم فلوس محدثي النعمة اللي بيطعنونا من الخلف اللي بيتطولوا علينا اللي نسيوا نفسهم اللي نسيوا احنامين اللي نسيوا الجيش المصري اللي وجودهم مرتبط بوجودنا كلام الحقيقة غريب جدا من رئيس تحرير صحيفة قومية تعالوا كده نشوف مع بعض أبرز المصطلحات والعبارات اللي استخدمها عبراز توفيق في الموقع بتاع الجمهورية واللي الحقيقة أعاد نشر المقال ده موقع القاهرة 24 تعالوا نشوف مع بعض الرجل ده قال إيه وكتب إيه الأشجار المثمرة وحجرة اللئام والأندال خلاص تعالوا نقرأ الجزء ده لا يجب على الحفال عراء الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا أنا الحقيقة مش عارف الأشقاء في السعودية هيستحملوا الكلام ده إزاي بس خليني نقرأ فهو بيقول لا يجب على الحفال عراء الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا التطاول على مصر زينة وأم الدنيا لا أحد ينكر بتاريخها وحضرها ومستقبلها وحضرتها وانتصارتها وأمجدها ورجالتها ورمزها وشعبها العظيم ليس من حق اللئام والأندال ومحدث النعمة أن يتطولوا على أسيادهم فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصب بسيطة أنهر أبيض إيه يا عم عبد الرازق اللغة دي إيه يا راجل ده ده أنا لما بيدخل متصل بيشتم بقول له أنا بتحفظ والناس بتزعل مني أنتو نشرتوا الكلام ده إزاي يعني الكلام ده طالع من تحت إيدك إزاي وانت رئيس تحرير فين يا جماعة أي حاجة فين معايير الصحافة المصرية أنت بتكلم على السعودية بتقول على السعودية الكلام ده حفاء عراء ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا أنت بتكلم على السعودية بجد السعودية دلوقتي بالنسبة لك وباقت محدثي نعمة أندال ولئام بيتطولوا على أسيادهم يا راجل المملكة العربية السعودية دلوقتي بالنسبة لعبد الرازق توفيق بالنسبة للنظام المصري ما هو الراجل ده لا يخدح من رأسه يا أخوانا ما هو إحنا عارفين الليلة يعني ما هو فيه خط أحمر في الإعلام المصري طوال سنين طويلة اسمه السعودية فما تقنعنش من رئيس صحيفة قومية طلع شتم السعودية بالألفاظ دي وتقول له من دماغه وابيدفع عن النظام ما هو يعني عارف انت ها لازم تستوعب القصة ماشي ازاي يعني فالراجل الحقيقة قال قال كلام غريب جدا طيب تعالوا نشوف كمان أجزاء أخرى من الكلام اللي قاله الأخ عبد الرازق طيب اتطلعوا لنا يا جماعة الكلام اللي قاله لا شكرا جزيلا الكاتب عبد الرازق توفيق نشوف اللي يام والأندال ضقالة هذه الدول الأقزام الصغار خلي بالك أنا هنا مش جاي أقول لك الراجل ده شتم لا لا خالص أنا جاي بس أطلع الكلمات أولا أنا على المستوى الشخصي ما صدقتش أن ده مكتوب في صحيفة مصرية ضد المملكة العربية السعودية ثانيا المقال ده تاريخي مش لأن لغته منحطة لا وأنا هنا مش بدافع عن المملكة العربية السعودية برضو لا لكن لأن دي المرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية اللي توصف بها السعودية بهذه الأوصاف علنا على الهواء مباشرة في صحيفة قومية من رئيس تحرير ده مش مقال رأي من صحفي هاوي لا ده مقال رئيس تحرير الجمهورية فتعالوا تشوف مع بعض الراجل ده قال إيه وصفهم باللئام والأنذال بكلم على الدول دي بضئالة هذه الدول قال عليهم أنهم أقزام صغار إيه كمان نشوف أصبحت في غفلة من الزمان تحمل اسم دول أنا سمعت الكلام ده فين قبل كده عرف سكار في الأسد الملك أما قال له المنظر ده مألوف لي شوفته فين قبل كده أو بالضبط كده المنظر ده مألوف لي أنا شخصيا سمعته فين قبل كده على الشاشة دي في 2015 يوم 8 فبراير في تسريب اسمه السيسي يحتقر الخليج عباس كامل قعد مع محمود حجازي وبيقول له الغلطة أن احنا لما رحنا لهم في سنة التسعين وفي حرب الخليج ما قلنا لهمش ادفع هي القصة كانت هات وخدوا لإيه أنصاف دول يعني اللي قال المصطلح ده على دول الخليج هو مدير مكتب السيسي عباس كامل فعب رازق توفيق مش جاب الكلام ده من بيتهم ده جايبوا من عند عباس كامل طيب عشان بس ايه نعصل الكلام يتسم أداءهم بالتهور والاندفاع ماشي ده تقييم سياسي لو حدث مكروه لمصر لن يبقوا دقيقة واحدة بعدها ده تهديد رسمي اللي هو إحنا اللي بنحميكم هنتكلم في القصة دي نشوف كمان قال إيه الحفاء العراء الذين ارتدوا أفخم السياب يبقى إحنا هنا الراجل ده بيشتم السعودية بيقولوا أنهم حفاء عراء لبسوا أفخم السياب دولات أنصف دول عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي ينهر أسود السعودية دلوقتي بنتكلم عنها كده تمام الأزمات بتعرفنا أولاد الأصول من اللقطاء هو مين يا جماعة في الخليج مزعل الراجل ما حد ممكن يقول يا عم أنت مين قال لك أن السعودية ما هي قطر مش مزعلهم دلوقتي ما هي الإمارات مش مزعلهم ما سيسي لسه مع بن زايد من كم يوم والأمير تميم كان هناك مين اللي مراحش حمد بن سلمان مين اللي تكلم على مصر اليومين ثلاثة اللي فاتوا تركي الحمد وخالد الدخيل مين دول سعوديين مقربين من النظام جميل الشدائد بتعرفنا الشبعان من محدث النعمة ينهر أبيض الحقيقة كلام صعب قوي خلينا نفتكر كده مع بعض تسريب مكتب السيسي اللي كنت بحكي لحضراتكو عليه ونشوف مصطلحات عبرز التوفيق استلهمها من مين في مصر كان لازم من البداية خالص في كل المواقف الرئاسية هتخد أنا جالك سنة التسعين عمش أنا عملت بتعرف كلمان ده هات على طول فاش فصار ده أنا أنصاف دول أنصاف الدول دول تعالوا مع بعض برضو نفتكر صورة كانت مهمة جدا وعبد الفتاح السيسي طالع سلم طيارة الملك الراحل عبد الله وبيبوس راسه في مطار القاهرة طلعونا الصورة كده جماعة أروح أنا كده عشان نشوفها براحتنا قادي عبد الفتاح السيسي وهو بيبوس راس الملك عبد الله طيب أيامها هل كانوا أنصاف دول أيامها هل كانوا حفاعه رايا أستاذ عبد الرازق أيامها كانت السعودية مش عارف دويلات وعمر عيالك أكبر من عمرها طب طلعونا صورة كمان للسيسي مع الملك عبد الله برضو لأن أيامها السعودية كانت حاجة تانية خالص نشوف كده صورة السيسي والملك عبد الله غير الصورة دي عندنا صورة كمان دي صورة الطيارة والسيسي قاعد على كرسي أقل شوية من كرسي الملك عبد الله هتقول لي عرفت منين أهو أهو تعال ده المخدع أهو بتاع الكرسي بتاع الملك عبد الله وينزل لتحت أول حد هنا هتلاقي بتاع السيسي دي تقريبا حوالي 10 سنطي بالإياس كده على الشاشة يعني يعني بالوايم كده أنا مش متأكد يعني بس بايا أن الراجل كان قاعد أقل منه شوية أيامها يا أستاذ عبد الرازق كانت السعودية حفا عرالي قام أنذال بيحدفوه الشجرة المش عارف إيه بالطوب برضو ده سؤال مهم يا جماعة طيب السيسي نفسه كان بيتكلم بيقول إيه عن دول الخليج قبل كده تعالوا نفتكر مع بعض اتعمل دعم المصر من الأشقاء في الخليج للمشتقات البترولية وأموال سيلة لو ما كانتش الأموال دي والدعم ده موجود الدولة دي ما كانتش هتكمل ما كانتش هتكمل وأنا لما بقول كده بعترف بفضل الناس طيب ده كان كلام عبد الفتاح السيسي عن السعودية